السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني كسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة إن شاء الله هنتكلم النهاردة مع بعض في مادة الدوائر الإلكترونية على دوائر المكبرات طبعا كلنا عارفين أن جميع الأجهزة الإلكترونية سواء كانت أجهزة إرسال أو أجهزة استقبال أو غيرها بتحتوي على دوائر مكبرات دوائر لتكبير الجهد أو الطيار أو القدرة الكهربية طبعا النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على دوائر المكبرات ونعرف أنواعها وطرق تصنفها والمواصفات الفنية للمكبرات وكمان طرق ربط المكبرات أولا يعني إيه دائرة المكبر أو دائرة التكبير بنقولها عبارة عن دائرة إلكترونية بتقوم بتكبير جهد أو طيار أو قدرة الإشارة الكهربية دون المساس بقيمة التردد يعني معنا كده إن أي إشارة كهربية بتكون ضعيفة زي مثلا الإشارة اللي بنحصل عليها من خلال المايكروفون إحنا عارفين إن المايك بيحول الاهتزازات الصوتية إلى إشارة كهربية متغيرة بتكون الإشارة دي ضعيفة جدا ما ينفعش إن إحنا نستخدمها علشان نشغل سماعة والصوت يظهر واضح وكوي علشان كده لازم بعد المايكروفون يكون فيه دوائر تكبير عشان تكبر الإشارة الصوتية النتجة من المايكروفون دي بقيمة مناسبة علشان تقدر تشغل السماعة طبعا كل الأجهزة الإلكترونية زي ما قلنا بتحتوى على دوائر مكبرات ومشارط إنها هتكون مكبرات صوتية أنا أديت مثال بس علشان نبقى فاهميه لو إحنا بصينا بقى مع بعض كده على الشاشة أول حاجة تعريف المكبر زي ما إحنا لسا قيلين المكبر عبارة عن دائرة إلكترونية تستخدم لتكبير أو زيادة مستوى إشارة كهربية يعني بتكبر الجهد أو الطيار دون المساس بقيمة التردد هذه قدامنا رسمة مبسطة توضح لدائرة المكبر وإشارة الدخل عبارة عن إشارة متغيرة اللي هي الإشارة اللي على الشمال وإشارة الخارج بتاعت المكبر على اليمين إشارة مكبرة زي ما إحنا شايفين عدد الزبزبات اللي بتعبر عن التردد يعني في إشارة الدخل هي نفسها عدد الزبزبات اللي في إشارة الخارج يعني دائرة المكبر بتكبر الجهد أو الطيار لكن التردد يفضل سابت والصورة اللي قدامنا ديت بتوضح المثال اللي انا قلت على دلوقتي ده جهاز مكبر للصوت المايكروفون على الشمال طبعا المايك دوت لما نتكلم بيحول الاهتزازات الصوتية الى اشارة كهربية متغيرة بتكون ضعيفة جدا الاشارة ديت بنوديها نوصلها كده لدائرة المكبر والمكبر يقوم بتكبير الاشارة بقيمة مناسبة وبعد كده يوصلها للمين للسماعة عشان نقدر نسمع الصوت يكون واضح وقوي لما نيجي نصنف المكبرات هو المكبرات في منها انواع طبعا نقدر ان احنا نصنف المكبرات من حيث اول حاجة المدى الترددي اول حاجة مكبر تردد منخفض يعني معناها ان فيه دوائر للتكبير تستطيع تكبير الاشارات ذات التردد المنخفض اللي هي بتتراوح ما بين 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز ودي زي المكبرات الصوتية تاني نوع مكبر تردد عالي وده غالبا بيكون منغم على تردد معين مثل المكبرات المستخدمة في اجهزة الراديو نوع تالت مكبر زي نطاق ترددي عريض وده يعمل في نطاق واسع من الترددات ما بين 10 هرتز الى 10 ميجا هرتز مثل مكبرات الاشارة المرئية اللي هي بتكون موجودة في دوائر التلفزيون يبقى كده فيه ثلاث انواع من حيث المدى الترددي مكبرات تردد منخفض والنوع التاني مكبرات للتردد العالي والنوع التالت مكبرات زي نطاق ترددي عريض طيب لو جينا نصنف بقى المكبرات بطريقة تانية من حيث قيمة الاشارة المكبر اول نوع مكبر اولي ده بيكون اول مرحلة من مراحل التكبير وهو مكبر اشارة صغيرة منخفضة المستوى مثل اشارة مايكروفون او لاقة صوتي يعني الاشارة اللي بتكون ضعيفة جدا زي الاشارة الصادرة من المايكروفون بنوصلها الاول على مكبر اولي المكبر ده يقدر يكبرها لقيمة مناسبة علشان بعد كده يديها للمرحلة اللي بعده اللي هو المكبر الحافز وبعدين بعديه مكبر القدرة يبقى هيبقى في عندي تنوع من المكبرات من حيث قيمة الاشارة المكبرة اول نوع زي ما قلنا مكبر اولي تاني نوع مكبر حافز المكبر الحافز يكون بتكبير اشارات ذات مستوى مناسب وعادة بيصبك بدائرة مكبر اولي يعني الاشارات ضعيفة جدا اللي هي الصادرة من المايكروفون ماينفعش اوصلها مكبر الحافز او مكبر القدرة لازم يتحط الأول مكبر اولي علشان ده بتكون حساسيته عالية ويقدر يكبر الاشارات الضعيفة جدا يكبرها المستوى مناسب وبعد كده يديها للمرحلة اللي بعده اللي هو المكبر الحافز وبعدين المكبر الحافز يديها للمرحلة اللي بعده اللي هي مكبر القدرة ومكبر القدرة بعد كده يوصل الاشارة الى الحمل بعد ما بيكون تم تكبيرها بالقيمة المطلوبة يبقى كده تلات انواع من المكبرات من حيث قيمة الاشارة المكبرة مكبر اولي مكبر حافل ومكبر القدرة الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لي برضو ترتيب التلات مراحل همت في الدايرة زي ما احنا شايفين كده على الشمال خالص ده مايكروفون زي ما قلنا بيحول الصوت لاشارة كهربية بتكون ضعيفة تتوصل الى مكبر اولي يكبرها بكيمة مناسبة وبعد كده يوصلها للمكبر الحافز مكبر الحافز يكبرها اكتر ويوصلها لمكبر القدرة علشان يكبر قدرة الاشارة الكهربية بالقيمة اللازمة لتشغيل الحمل اللي هو هنا عبارة عن السماعة طيب لو جينا نصنف المكبرات بطريقة تانية من حيث نقطة التشغيل او مرتبة التشغيل هيبقى برضو عندنا اربع انواع النوع الاولاني مكبرات كلاس ا مكبرات كلاس ا او صنف الف او مرتبة الف دي بتقوم بتكبير الاشارة كاملة تلتمائية وستين درجة. احنا عارفين الاشارة المتغيرة طبعا بتبقى بتحتوي على انصاف مجابة وانصاف سالبة. المكبر اللي بيعمل بدرجة كلاس ا بيقوم بتكبير الاشارة كاملة. يعني بيقوم بتكبير النصف المجاب والنصف السالب. النوع التاني مكبرات مرتبة او كلاس بي. وده بيقوم بتكبير نصف الموجة. مية وتمانين درجة. يعني معناها ايه? الاشارة ده خلالي عبارة عبارة نصف موجب ونصف سالب. المكبر ده يكبر النصف الموجب. طب والنص التاني ما كده هنضيع الاشارة. هنا بقى في المكبرات اللي بتعمل بدرجة كلاس بي. بتستخدم بنظام الدفع والجزء. يعني بقى في عندي اتنين ترانزيستور في الدائرة. واحد منهم يكبر النصف الموجب. والترانزيستور التاني يكبر النصف السالب. عشان نقدر ان احنا نكبر الاشارة كاملة. طيب النوع التالت مكبر مرتبة الف با او كلاس اي بي. وده بيقوم بتكبير اكبر من نصف الموجة واقل من الموجة الكاملة. يعني اكبر من المية وتمانين درجة واقل من تلتمية وستين درجة. النوع الرابع مكبر مرتبة جيم او كلاس اي. وده بيقوم بتكبير جزء من نصف الموجة او اقل من نصف الموجة. يعني اقل من مية وتمانين درجة. طيب. لو جينا نشوف المواصفات الفنية للمكبرات. لما نجي نتكلم على المواصفات الفنية اول حاجة الكسب اللي هو نسبة التكبير. هو النسبة بين اشارة خارج المكبر الى دخل هذه الاشارة قبل التكبير. يعني النسبة ما بين اشارة الخارج واشارة الدخل. طيب. بفي عندي كسب الجهد وكسب الطيار وكسب القدرة. طيب. تاني حاجة من المواصفات الفنية عرض النطاق الترددي. عرض النطاق الترددي للمكبر هو الفرق بين ترددين يهبط كسب الجهد عندهما الى سبعين وسبعة من عشر من قيمة وسط النطاق. يعني معناه ايه? يعني معناه نطاق التردد. الذي يبدي فيه المكبر اعلى نسبة تكبير. لو التردد. قل عن قيمة معينة نلاقي نسبة التكبير بتقل. وبرضه لو التردد زياد عن قيمة معينة نلاقي نسبة التكبير برضو هتقل. عرض النطاق الترددي بقى هو الفرق بين الترددين. اللي هما هنسميهم اف واحد وف اتنين بيهبط عندهما الكسب كسب الجهد يعني جهد الاشارة الخارجة من المكبر يبدأ يقل عن سبعين وسبعة من عشرة من قيمة وسط النطاق لو احنا بصينا كده على الرسمة اللي قدامنا هنلاقي ده منحنى الاستجابة الترددية للمكبر بيوضح لي هنا ان في النص هنلاقي نسبة التكبير عالية طيب هناك لو التردد بقى اقل ناحية الشمال كده نلاقي قيمة الجهد بيبدأ ايه يقل طيب على اليمين خالص لو التردد برضو بدأ يزيد عن قيمة معينة هنلاقي ان جهد الخارج برضو يبدأ يقل الفرق بقى ما بين الترددين دول بنسميه عرض النطاق الترددي هاي تالت حاجة من المواصفات الفنية معامل التشوية معامل التشوية هو النسبة بين القيمة الفعالة لجهد التوافقيات بالخرج الى القيمة الفعالة لجهد الخارج الكل يعني بنقول نسبة الاشارة للشوشرة النسبة بين القيمة الفعالة لجهد التوافقيات التوافقيات دي هاي الاشارات الغير مرغوب فيها يعني نقدر نقول عليها شوشار النسبة بينها وبين قيمة القيمة الفعالة لجهد الخارج الكل وبيصجر معامل التشويه كنسبة مئوية في حدود من 2% إلى 3% في المكبرات الصوتية ذات الأداء العالي يعني المكبرات الصوتية اللي الكفاءة بتاعتها عالية نسبة التشويه في إشارة الخارج بتكون من 2% إلى 3% وممكن أقل لكن لو نسبة التشويه زادت عن 6% أو إلى 8% تبدأ الأذن البشرية تستطيع أن تلحظ التشويه أو الشوشار اللي بتكون موجودة في إشارة الصوت طيب من المواصفات الفنية رابع حاجة قدرة الخارج قدرة الخارج معناها إيه؟ هي القدرة المسلمة إلى حمل معين ذات معاوكة معينة وعند معامل تشويه معين والقدرة طبعاً إحنا عارفين إنها بتبقى بوحدة إيه؟ الوات يعني أقول قدرة دايرة المكبر دي مثلاً 20 وات 50 وات 100 وات يبقى بقدر إن أنا أعبر عن القدرة بتاعة إشارة الخارج اللي هتتوصل عن الحمل خلاص بإيه؟ بقدرة الخارج معاوكة الدخل والخارج دي بيتم التعبير عنها بالقوم يعني مقومة الدخل ومقومة الخارج ودي بيتم تحددها علشان يتم عمل توافق للمكبر عند توصيل الحمل علشان لما يجي أوصل الحمل زي السماعة لازم طبعاً نكون عاملين توافق يعني مقومة الحمل تكون تساوي مقومة الخارج بتاعة المكبر عشان ما يحصلش فقد في القدرة ولا يحصل تشويه في الإشارة يبقى لازم نكون عارفين مقومة الدخل كمتها كام ومقومة الخارج كمتها كام بالنسبة لدائرة المكبر طبعاً سادس حاجة من المواصفات الحملية التغذية التغذية هي ما يحتاج المكبر من الجهد والطيار اللازمين لتشغيله يعني دائرة المكبر دي احنا عارفين طبعاً من دائرة المكبر ممكن يبقى فيها ترانزيستور أو فيها IC عبراً دائرة متكاملة تعمل كمكبر محتاجة لجهد تشغيل أو جهد التغذية اللي هيوفر جهود الانحياز اللازمة لتشغيلها الجهد ده كام فولت يعني دائرة المكبر دي زي ما بناخد في الرسم الفني مثلاً كده اي دائرة مكبر بيبقى ليها طرفين تغذية الطرف الموجب والطرف السالب بنلاقي مكتوب كده جنبها جهد التغذية 9 فولت مثلاً 12 فولت على سبيل المثال يعني طيب سابع حاجة من المواصفات الفنية جهد الخرج في بعض التطبيقات تعتبر القيمة العظمى لجهد الخرج من الخصائص الهامة للمكبر يعني اقصى قيمة لجهد الخرج اللي هنحصل عليها من المكبر لازم برضو نكون عارفين كميتها في مثال بقى للمواصفات الفنية لدائرة مكبر تردد سامعي عشان نفهم كده اكتر نقول عندي مثلاً دائرة مكبر تردد سامعي المواصفات الفنية لها ايه اول حاجة معاوكة الدخل عشرة كيلو اوم يعني مقاومة الدخل عشرة كيلو اوم معاوكة الخرج 40 اوم الاستجابة الترددية اللي هو عرض نطاق التردد يعني من 4 كيلو هرتز إلى 200 كيلو هرتز يعني معناها ان المكبر ده يستطيع تكبير الاشارات اللي بتقع ما بين 4 كيلو هرتز إلى 200 كيلو هرتز قدرة الخرج 100 ميلي وات التغذية 12 فولت عند طيار 50 ميلي أمبير طيب نيجي بقى نبص كده دايرة بسيطة لمكبر ترانزيستور زي ما احنا شايفين قدامي ترانزيستور نوعه NPN موصل بطريقة المشاع المشترك جهد الدخل طبعا اللي هو ال V input بيتوصل على قاعدة الترانزيستور اللي هي ال V وجهد الانحياز العكسي اللي هو عن طريق البطارية اللي على اليمين دي بيتوصل الى مين الى مجمع الترانزيستور عن طريق مقاومة الحمل اللي هي RL طيب لو جينا بقى نشرح كده فكرة العمل بتاعة الدايرة بسيطة جدا احنا بنقول ان الترانزيستور هنا موصل بطريقة المشاع المشترك ويمكن التحكم في طيار المجمع بواسطة طيار القعدة طيب عند توصيل اشارة متغيرة بدائرة القعدة ايه اللي هيحصل يتغير طيار الانحياز الامامي للقعدة بالزيادة او النقصان مما يؤدي الى زيادة او نقص في طيار المجمع بدرجة اكبر بنسبة بيتا اللي هي كسب الطيار او نسبة التكبير يعني يعني لو احنا رجعنا تاني كده للصورة او الرسمة هي دايرة المكبر هنلاقي في بطارية صغيرة متوصلة هنا في دايرة القعدة دي علشان توفر جهد الانحياز الامامي لقعدة الترانزيستور لما نوصل اشارة متغيرة بقى في الدخل الاشارة المتغيرة دي زي ما احنا شايفين الجهد بتاعها بيزيد وبيقل وبالتالي بتأثر على جهد الانحياز الامامي لقعدة الترانزيستور يبقى عند توصيل اشارة متغيرة في الدخل يتغير الانحياز الامامي لطيار القعدة بالزيادة او النقصان ما احنا شايفين هو الاشارة اللي دخلها جهده بيزيد وبيقل وبالتالي الانحياز الامامي هيزيد ويقل وبالتالي يتغير طيار المجمع بالزيادة او النقصان بس بنسبة اكبر اللي هي كسب الطيار او نسبة التجبير يعني وزي ما احنا شايفين اشارة الخارج هنا هنلاحظ انها مكبرة ولكن في اختلاف في زاوية الوجه مقداره مية وتمانين درجة يعني الترانزيستور المتوصل بطريقة المشاعر المشترك بيكبر الاشارة المتغيرة ولكن بيعمل اختلاف في زاوية الوجه مية وتمانين درجة هاي نرجع تاني طرق الحصول على انحيازات الترانزيستور ازاي نوصل انحيازات الترانزيستور وكلمة انحيازات زي ما قلنا من شوية اللي هي الجهود اللازمة لتشغيل الترانزيستور اللي هو جهد انحياز امامي على وصلة القعدة والمشاع وجهد انحياز عكسي على وصلة المجمع طيب بنوصل الجهود دي ازاي في طريقتين طريقة الاولانية اسمها الانحياز السابت والطريقة التانية اسمها الانحياز الزاتي طيب ايهما افضل طبعا هنعرف دلوقتي ان الانحياز الزاتي افضل من الانحياز السابت وهنعرف ليه اول حاجة الانحياز السابت دي دائرة بسيطة بتوضح لي طريقة توصيل الانحياز السابت عن طريق توصيل مقاومة اللي هي R1 توصيلها بين القاعدة قاعدة الترانزيسور وبين جهد الانحياز العكسي للمجمع اللي هو الموجب VCC اللي هو جهد البطارية يعني ونلاحظ هنا ان المقاومة R1 دي جهدها الجهد اللي على اطرافها بيكون مضاد لجهد الانحياز الامامي الموجب المطلوب اللي هو بين القاعدة والمشاع والطريقة دية بتكون غير مرضية لانه بيصعب الحصول على طيار قاعدة زوكيمة محددة بسبب طبعا الاختلافات بين ترانزيسور واخر وبسبب تغيرات درجة الحرارة والمقاومة RL اللي هي متوصلة مع مجمع ترانزيسور دي بتعمل على توفير جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزيسور تبا زي ما احنا قلنا هو توصل المقاومة R1 بين القاعدة وجهد المجمع العكسي موجب VCC اللي هو جهد البطارية والجهد المفقود خلال المقاومة R1 دي مضاد لجهد البطارية لذلك بيكون جهد الانحياز الامامي الموجب اللي هو بين القاعدة والمشاع عبارة عن الفرق بين جهد الانحياز العكسي VCC اللي هو جهد البطارية والجهد خلال المقاومة R1 طيب طريقة الانحياز السابت دي زي ما احنا قلنا طريقة غير مرضية فيها عيوب ليه؟ لانه يصعب المحافظة على قيمة سابتة لطيار القاعدة بسبب الاختلافات الموجودة بين ترانزيستور واخر وبسبب حساسية الترانزيستور لتغيرات درجة الحرارة يعني الترانزيستور لما يمر فيه طيار كهرابي طبعا بيسخن وبالتالي هنلاحظ ان طيار القاعدة هيزيد اكتر فالترانزيستور هيسخن اكتر وبالتالي ممكن يتعرض للتلف علشان كده طريقة التانية الافضل منها اللي هي الانحياز الزاتي طيط طريقة الانحياز الزاتي زي ما احنا شايفين كده الصورة اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي بتوضح لي كيفية عمل الانحياز الزاتي عن طريق توصيل المقاومة ر واحد بين قاعدة ومجمع الترانزيستور مباشرة ودي بتقوم بتوصيل تغذية خلفية سالبة بين المجمع للقاعدة وبتحافظ على استقرار نقطة التشغيل بسبب زي ما قلنا تغيرات درجة الحرارة طيب فكرة عملها احنا لسه ايليين دلوقتي الانحياز الزاتي بيستخدم لتلافي يعني للتغلب على عيوب الانحياز السابت ترانزيستور موصل بطريقة المشاعة المشترك وبتوصل المقاومة ر واحد مباشرة بين القاعدة والمجمع وتساعد على استقرار نقطة التشغيل بإدخال تغذية خلفية سالبة ليه؟ لأن أي زيادة أو نقص في طيار المجمع يترتب عليه زيادة أو نقص مناظر في طيار القاعدة وبذلك بتمنع الانحراف عن نقطة التشغيل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة طيب نفسرها أكتر عند ارتفاع درجة الحرارة إيه اللي هيحصل هيزيد طيار المجمع زي ما احنا قلنا ترانزيستور لو سيخن الطيار اللي بيمر فيه طبيعي إنه هيزيد طيب لو طيار لو درجة الحرارة زادت وطيار المجمع زاد إيه اللي هيحصل؟ هيزيد الجهد المفقود خلال مقاومة الحمل RL وبالتالي يقل لجهد المجمع ويقل لجهد الانحياز الأمامي ويوازن الارتفاع في درجة الحرارة تعالوا نرجع لها تاني كده أو هذه الصورة تاني هيت عشان تبقى قدامنا عشان نفهم أكتر وإن عند الارتفاع درجة الحرارة إيه اللي هيحصل؟ يزيد طيار المجمع يعني الطيار اللي بيمر كده في مقاومة الحمل ونزل راح لمجمع الترانزيستور الطيارة دوات هيزيد وبالتالي يزيد الجهد المفقود على مقاومة الحمل لأن الطيار زاد اللي بيمر في المقاومة مقاومة الحمل فهيزيد الجهد المفقود على أطرافها طب ولو الجهد على أطرافها زاد إيه اللي هيحصل؟ يقل لجهد المجمع ليه بقى؟ لأن احنا عارفين جهد البطارية ثابت مثلا 10 فولت وهندي مثال كده لو الجهد على مقاومة الحمل 4 فولت يبقى الجهد هنا بين المجمع والمشاع كام 6 اللي هو بقيت ل 10 فولت يعني يبقى على مقاومة الحمل فوق 4 وما بين المجمع والمشاع كام 6 فولت لو درجة الحرارة زادت طيار المجمع هيزيد وبالتالي يزيد الجهد المفقود على مقاومة الحمل هي مش كان عليها جهد 4 فولت لما يزيد مثلا هيبقى 5 طيب دلوقتي جهد المجمع هيبقى كم مش كان 6 فولت في الاول دلوقتي هيبقى 5 فولت ليه بقى؟ لان جهد البطارية اللي هو العشرة فولت ده بيتقسم عليهم بيتجزأ بين مقاومة الحمل وبين مين؟ مجمع الترانزيسر فلو جهد المقاومة اللي هو مقاومة الحمل زاد فبالتالي جهد المجمع هيحصل له ايه؟ هيقل وطالما ان جهد المجمع قل يبقى جهد الانحياز الامامي كمان هيقل لانه متوصل عن طريق مين؟ المقاومة R1 هي اللي بتوصل جهد الانحياز الامامي بتاخده من المجمع كده وتوصل ايه؟ للقعدة طب لما جهد الانحياز الامامي يقل ايه اللي هيحصل؟ هيقل بقى طيار القعدة وبالتالي يقل طيار المجمع يبقى بدل مكان الترانزيسر سخن وطيار المجمع هيزيد والترانزيسر يسخن اكتر؟ لا هنا عن طريق المقاومة R1 وصلت تغذية خلفية سالبة الى قعدة الترانزيسر وعملت ايه؟ قللت الانحياز الامامي وبالتالي يوازن الارتفاع في درجة الحرارة ويحافظ على الترانزيسر من التلف طيب العكس صحيح بقى بنقول اذا قل طيار المجمع ايه اللي هيحصل؟ بيقل الجهد المفقود خلال مقاومة الحمل ويزيد جهد المجمع وبالتالي يزيد جهد الانحياز الامامي يبقى طريقة الانحياز الذاتي هي الافضل طبعا زي ما احنا شفنا بتحافظ على استقرار الترانزيسر وتحافظ على نقطة تشغيل الترانزيسر طريقة الشائعة للحصول على الانحياز الذاتي في طريقة تانية واضحة قدامنا على الشاشة دلوقتي والدائرة دية يعني نفهمها كويس علشان هتتكرر بقى في دواير المكبرات اللي جاية هنلاقي نفس الشكل دوت بيتكرر معانا لو بصينا كده هنلاقي في مقاومتين R1 و R2 دول بيعملان كمجزق جهد لتوفير جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزيسر والمقاومة R1 جهدها بيبقى كبير والمقاومة R2 اللي هي متوصلة بين قاعدة ومشاعة الترانزيسر دي طبعا بيكون الجهد عليها صغير وهو الجهد او جهد الانحياز الامامي المطلوب علشان كده بتكون قيمة المقاومة R1 اللي هي اللي فوق اكبر حوالي عشر مرات او اكتر من قيمة المقاومة R2 يبقى R1 و R2 دول مجزق جهد بيجزقوا جهد البطارية طبعا اللي هو ما احنا شايفين كده الطرف اللي فوق هو تموجب VCC الجهد ده بيتجزق بين المقاومتين R1 و R2 لتوفير جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترانزيسر والمقاومة اللي هي RL مقاومة الحمل اللي متوصلة مع مجمع الترانزيسر دي بتعمل على توفير جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزيسر وبيأخذ من عليها اشارة الخارج المقبرة تحت بقى عند مشاعر الترانزيسر هنلاقي في مقاومة اللي هي اسمها R E المقاومة دي بتعمل على توفير الاستقرار الحراري تعمل على توفير الاستقرار الحراري للترانزيسر لان جهدها بيكون عكس جهد الانحياز الايه الامامي يعني جهد الانحياز الامامي المطلوب هو الفرق بين الجهد اللي على المقاومة R2 وعلى المقاومة R E المكسف اللي جنبيها اللي متوصل على التوازي مع المقاومة R E مكسف دو بيعمل على تسريب او تمرير الاشارات المتغيرة الغير مرغوب فيها للارض وتسبيت جهد الانحياز الامامي واحنا كده عرفنا كل المكونات هو تاعت الدايرة والدايرة دي طبعا زي ما قلنا طريقة شائع للحصول على الانحياز الذاتي تاني اهو بنقول المقاومتين R1 وR2 يعملان كمقسم لجهد البطارية بيظهر على المقاومة R1 جهد انحياز عكسي بين المجمع والقعدة وهو كبير نسبيا بينما يظهر على المقاومة R2 جهد الانحياز الامامي المطلوب بين المشاع والقعدة وده بيكون صغير نسبيا علشان كده بتكون قيمة المقاومة R1 اكبر من R2 بمقدار عشر مرات تقريبا المقاومة R2 المتوصلة مع المشاع تستخدم لعمل استقرار ضد تغير درجة الحرارة او استبدال الترانزيستور باخر جديد لان جهدها زي ما قلنا مضاد لجهد الانحياز الامامي بيتوصل المكسف CE على التوازي مع المقاومة R2 لتسبيت جهد الانحياز الامامي حيث يكون بتسريب الاشارات المتغيرة للارض طيب كنا اتكلمنا في اول الحلقة على مراتب تشغيل المكبرات تعالوا نبص عليها كده بالتفصيل شوية ونشوف شكل اشارة الدخل واشارة الخارج بالنسبة لكل نوع من المكبرات على حسب مرتبة التشغيل النوع الاولاني اللي هو مكبر class A او مرتبة الف زي ما قلنا من شوية انه بيقوم بتكبير الاشارة كاملة 360 درجة يعني بيقوم بتكبير النصف الموجب والنصف السالب زي ما احنا شايفين كده اشارة الدخل مهيت اللي هي اللي تحت دي اللي انا بشاور عليها اشارة الدخل طبعا موجب متغيرة تم تكبيرها وتخرج في الخارج كاملة 360 درجة النوع التاني مكبرات class B طبعا هنا بيتم عمل انحياز الترانزيسور عند نقطة القطع بحيث انه يمر الطيار عند توصيل اشارة اشارة الدخل خلال النصف الموجب فقط نصف التاني نصف السالب مش هيمر يا معنى كده ان الكبرات اللي بتعمل بدرجة class B مش هتمرر طيار الا في حالة توصيل اشارة الدخل وتمرر الطيار في خلال نصف الموجب فقط زي ما احنا شايفين اشارة الخارجة هو نصف الموجة فقط طيب ونصف الموجة التانية زي ما قولنا برضو من شوية ان مكبرات اللي بتعمل بدرجة class B بتستخدم بنظام الدفع والجذب يعني بيكون في عندي اتنين ترانزيسور واحد منهم بيقوم بتكبير النصف الموجب من الاشارة والترانزيسور الاخر يكون بتكبير النصف ثالث نوع مكبرات class A B دي بتقوم بتكبير اكبر من نصف الموجة واقل من الموجة الكاملة يعني زي ما احنا شايفين كده النص الموجة وجزء من النص السالب يعني اكبر من 180 درجة واقل من 360 درجة والنوع ده بيستخدم في مكبرات الجذب المتتامة اخر نوع اللي هو مكبرات class C ودي بتقوم بتكبير جزء من نصف الموجة يعني اقل من 180 درجة ودي بتستخدم في دوائر المزبزبات طيب لو جينا نتكلم بقى على طرق ربط المكبرات احنا زي ما قلنا في اول الحلقة ان الاشارات الضعيفة جدا لازم اوصلها على مرحلة واثنين وثلاثة لحد محصل على التكبير المطلوب للاشارة طيب المكبرات دي ازاي اوصل المرحلة الاولى بالمرحلة التانية هربط ما بينهم ازاي في عندي تلات طرق طريقة الاولانية اللي هي الربط بمكاومة ومكسف والطريقة التانية الربط باستخدام محول والطريقة التالتة اللي هي الربط المباشر في عندنا نوع كمان من المكبرات اللي هي المكبرات المنغمة يعني بربط ما بين المكبرات بين مرحلتين التكبير عن طريق دائرة رانين وهنبقى نقولها في وقتها طيب نبص كده مع بعض طرق ربط المكبرات زي ما قلنا للحصول على تكبير اعلى بيمكن استخدام مرحلتين تكبير او اكتر ويكون التكبير الكل عبارة عن حاصل ضرب تكبير المرحلتين ناخد بالنا بنقول ايه حاصل ضرب تكبير المرحلتين يعني لو انا عندي المرحلة الاولى مثلا نسبة التكبير بتاعتها مثلا عشرة يعني هتكبر الاشارة عشر مرات والمرحلة التانية نسبة التكبير بتاعتها تلاتين يعني نتكبرها تلاتين ضعف. هنا هتبقى نسبة التكبير الكلية للدائرة هتبقى كام? محدش يقول لي اجمع العشرة زائد التلاتين. لا احنا بنقول حاصل ضرب. حاصل ضرب. كسب المرحلتين. كسب المرحلة الاولى لو كان مثلا عشرة زي ما قلنا وكسب المرحلة التانية. تلاتين يبقى نضرب عشرة في تلاتين يبقى تلتمية. يبقى معنى كده ان التكبير الكل هنا في الحالة دي يبقى كام? يبقى تلتمية ضعف. يعني لو الاشارة اللي داخل كان جهدها مثلا واحد ميلي فولت بعد ما تتكبر في خلال المرحلتين هنحصل عليها تبقى جهدها كام? تلتمية ميلي فولت. طيب نرجع تاني نقول تنقسم طرق ربط المكبرات الى الربط بمقاومة والربط اه الربط بمقاومة مكسف والربط بمحول والربط المباشر. اول طريقة فيهم اللي هي الربط باستخدام مقاومة ومكسف. اه الدايرة اللي قدامنا دي طبعا احنا كنا لسه بنشرحها من خمس دقايق. لو احنا بصينا كده على النص اللي على الشمال ده هنلاقي هو بالزبط الدايرة اللي احنا كنا لسه بنشرحها. اه دي الترانزيسور توصل بطريقة المشاع المشترك. والمقاومتين R1 و R2 مجزق للجهد لتوفير جهد الانحياز الامامي لقعدة الترانزيسور. المقاومة RL اللي هي مقاومة الحمل. بتوفر جهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزيسور. والمقاومة R3 اللي هي اللي تحت المتوسلة مع مشاعي الترانزيسور. بتعمل على توفير الاستقرار الحراري. والمكسف اللي جنبيها C2 ده بيعمل على تسبيت جهد الانحياز الامامي وتمرير الاشارات الغير مرغوب فيها للارض. مش كل الكلام ده اللي احنا لسه قيلينه. طيب لو بصينا بقى للمرحلة التانية هنلاقي برضو هي هي زيها بالزبط. اهي نفس الكلام. اربط بقى ازاي ما بين المرحلتين دول. يعني خرج المرحلة الاولى. زي ما احنا شايفين كده اشارة الدخل. صغير ضعيفة. توصل لقعدة الترانزيسور الاولاني عن طريق المكسف C1. هيتم تكبيرها. طيب. اجا وصلها ازاي بقى لقعدة الترانزيسور التاني. عن طريق مين? في مكسف ربط هنا اللي هو C. المكسف ده هو مكسف الربط. اللي عن طريقه بيتم توصيل اشارة الخرج المكبرة من المرحلة الاولى الى دخل المرحلة التانية او التالية. لمضاعفة عملية التكبير. يبقى كده الرابط بمكاومة ومكسف مقصود بها مين? ها مكاومة الحمل اللي هي RL و مكسف الربط اللي هو C. طيب لو بصينا احنا لسه ايلين دلوقتي المكونات بتاعة الدايرة كلها. طيب عايزين نيعرف طريقة عملها ومميزاتها ويعيوبها. طيب طبعا المكونات احنا لسه ايلينها. ترنزستورين TR1 و TR2 من نوع NBN وموصلين بطريقة المشاعل مشترك. المكاومتين R1 و R2 عبارة عن مجزء للجهد لتوفير جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترنزستور TR1 و كذلك المكاومتين R4 و R5. بنفس الوظيفة يوفروا جهد الانحياز الامامي لقاعدة الترنزستور التاني اللي هو TR2. مكاومة R3 اللي متوصلة مع مشاعر الترنزستور بتحافز على الاستقرار الحراري للترنزستور TR1 والمكاسف C2 لتثبيت جهد الانحياز الامامي لانه بيمرر الطيار المتغير الاشارات الغير مرغوب فيها بيمررها ويسربها للارض. وفي نفس الوقت المكاومة R6 والمكاسف C3 بيقوموا بنفس الوظيفة للترنزستور TR2. قاومة الحمل RL بتقوم بتوصيل الانحياز العكسي لمجمع الترنزستور TR1 وبيؤخذ من على طرفيها اشارة الخارج المكبرة. والمكاومة RL2 بتقوم بنفس الوظيفة للترنزستور TR2. مكاسف الربط اللي هو اللي ما بين المرحلتين بيقوم بتمرير الاشارة المكبرة وتوصلها الى دخل المرحلة التالية ويمنع وصول الانحياز العكسي لمجمع الترنزستور TR1 بيمنعه من الوصول الى قاعدة TR2. طريقة عمل الدايرة توصل اشارة الدخل المراد تجبيرها الى قاعدة الترنزستور TR1 عن طريق المكاسف C1. فيتغير جهد الانحياز الامامي للقاعدة. وبالتالي يتغير طيار المجمع وفقا للتغير في جهد الانحياز الامامي. ونحصل من على مقاومة الحمل RL على خارج مكبر مشابه لاشارة الدخل ومعاكس لها في الوجه بمكدار 180 درجة. الاشارة اللي تم تجبيرها في المرحلة الاولى بيتم توصلها الى دخل المرحلة التالية عن طريق مكسف الربط C لمضاعفة عملية التجبير. والحصول على تجبير يساوي حاصل ضرب كسب المرحلة التالية. طيب لو جينا نتكلم بقى على مميزات الدايرة اللي هي الربط باستخدام المقاومة والمكسف. اول حاجة صغر حجم الدايرة زي ما احنا شفنا المكونات بتاعت الدايرة كلها حجمها صغير عبارة عن مقاومات ومكسفات وكلة التكلفة. يبقى صغر حجم الدايرة وكلة التكلفة. تاني حاجة الحصول على استجابة ترددية افضل. تستخدم في مكبرات التردد الصوتي المنخفض المستوى والمنخفض الشوشار. لكن عيوبها الحصول على كسب منخفض. يعني نسبة التجبير بتاعتها هتكون منخفضة شوية. تاني حاجة لا تصلح للاستخدام في الترددات العالية. لا تصلح للاستخدام في الترددات العالية. طيب. نتيجة طبعا للعيوب اللي احنا قلناها ديت هيبقى فيه طرق ربط تانية. زي ما احنا قلنا الربط باستخدام المحول. يعني ايه الربط باستخدام محول? زي ما احنا شفنا المقاومة اللي هي مقاومة الحمل ومكسف الربط اللي كان بيوصل اشارة الخارج المكبرة من المرحلة من المرحلة الاولى. عشان يوصلها لدخل المرحلة التانية. هنستبدلهم بالمحول. هنشيل مقاومة الحمل ونشيل مكسف الربط ونحط مكانهم محول ربط. طيب نبص كده على الدايرة هنلاقي بتشبه الدايرة اللي فاتت ولكن زي ما قلنا استبدلنا هنا مقاومة الحمل اللي كانت متوصلة مع مجمع الترانزيسور تي ارواح ومكسف الربط. وحطينا بتالهم محول. المحول ده الملف اللي ابتدائي بتاعه زي ما احنا شايفين متوصل مع مجمع الترانزيسور. يعني هو اللي هيوصل الجهد الانحياز العكسي لمجمع الترانزيسور بدل المقاومة ار ايل. الملف السانوي. متوصل بمية. بقاعدة الترانزيسور تي ار اتنية. يعني هينقل لي. الاشارة المكبرة من الترانزيسور تي ار واحد. ويوصلها الى دخل الترانزيسور تي ار اتنية. بقيت المكونات بتاعت الدائرة زي ما احنا شايفين. زي اللي فاتت. اللي اختلاف هنا. في طريقة الربط. اللي هو المحول. وزي ما احنا شايفين المحول ده. ده بيقوم بعمل توافق كمان. بين خرج المرحلة الاولى وبين دخل المرحلة التانية. وهو محول خفض زي ما احنا شايفين. هيخفض الجهد. ولكنه بيرفع الطيار. يعني معنى كده انه هيزود نسبة التجبير. لان احنا عارفين ان الترانزيسور بيعمل بواسط ايه? الطيار. يعني انا بتحكم فيه الترانزيسور في طيار المجمع من خلال طيار القاعدة. يبقى المحول ده هيخفض للجهد شوية. ولكن هيرفع الطيار. وبالتالي هيرفع نسبة التجبير اكتر. ايه. يبقى زي ما بنقول اهوت المحول تي واحد. محول خفض. يكون بالربط بين خارج المرحلة الاولى. ودخل المرحلة التانية. ويعمل الملف الابتدائي. على توصيل الانحياز العكسي لمجمع الترانزيسور. ورغم انه بيخفض الجهد. الا انه يرفع الطيار اللازم لتشغيل الترانزيسور. يعني معنى كده زي ما قلت انه هيرفع لي نسبة التجبير اكتر. طيب طريقة عمل الدائرة. مش هتختلف كتير برضو. ينقول عند توصيل الاشارة المتغيرة الى الدخل. الى قعدة ترانزيسور تي ار واحد. فيتغير الانحياز الامامي للكعدة. وبالتالي بيتغير طيار المجمع. وفقا للتغير في جهد الانحياز الامامي. ونحصل على خارج مكبر في الملف اللي ابتدائي للمحول تي واحد. الذي ينتقل الى الملف الثانوي. مكبرا مرة اخرى. بالحس المتبادل. ثم يمرر الى دخل قعدة الترانزيسور تي ار اتنين. لمضاعفة عملية التكبير. يبقى نفس فكرة العمل بتاعة دايرة الربط بمكاومة ومكسف. اللي اختلف بس. ها في النقطة رقم اتنين. ان احنا قلنا ان احنا بنوصل. اشارة خارج المرحلة الاولى اللي تم تكبيرها دي. الى دخل المرحلة التانية. عن طريق مين? عن طريق المحول. اللي هو محول الربط. طيب. مميزات اه الربط باستخدام المحول. اول حاجة. محول الربط ده. بيقوم بعمل توافق. بين ممنعة خارج المرحلة الاولى. ودخل المرحلة التانية. للحصول على اكبر كسب للكدرة. تاني حاجة. كلة الفقد في جهد البطارية. لصغر ممنعة الملف الابتدائي. تالت حاجة. زيادة نسبة التكبير. عن طريق نسبة التحويل للمحول. عيوب. الربط باستخدام المحول. كبر حجم المحول وزيادة التكاليف. عدم الحصول على استجابة ترددية افضل. نسبة الشوشرة عالية. طبعا اخر حاجة اللي هي الربط المباشر. زي ما احنا شايفين شلنا المكسف. لو مكسف الربط وشلنا المحول. بقى الربط عبارة عن ايه? ربط مباشر. يعني بيتوصل خارج المرحلة الاولى الى دخل المرحلة التانية مباشرة. مميزات الدايرة. طبعا طريقة العمل مش هتختلف كتير عن اللي احنا قلناها قبل كده. بتمتاز بايه بقى دايرة او طريقة الربط المباشر. اول حاجة كلة المكونات تؤدي لكلة التكلفة. تاني حاجة تستخدم بقسرة فيها الدوائر المتكاملة. تالت حاجة سهولة التوصيل. ولكن عيوبها عيوب الربط المباشر بتحتاج الى استقرار شديد في منبع جهد الانحياز. تاني حاجة عدم الاستقرار الحراري بنسبة كبيرة. عدم المراحل عدد المراحل المستقبلة بيكون محدود. وبالتالي نسبة التكبير اقل. وصلنا لنهاية الحلقة. وان شاء الله اشوفكم في الحلقة اللي جاية. ونكمل لسه بقية دوائر المكبرات. في مكبرات القدرة. والمكبرات المنغمة. وربنا يوفاكو. واشوفكو ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.